خلوني أخدكم ونروح على ساتر وعافية رقم تمانية ساتر وعافية هي مبادرة عملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنا أتذكر ساتر وعافية واحد أول ما بدأت كانت في سهج وكانت القرية اسمها قرية ولاد عليوة البليانة سهج وصقص لقيا حاجة كهو الصعيدة هتلاقييني مركز وامتبع جداً ياه وعجبني جداً الطريقة والفكرة بتاعة التحالف الاهلي وهو يقوم أو يقدم هذه المبادرة أول حاجة هتيجي على بالك أما قلنا كلها المبادرة والتحالف الاهلي ومش عارف إيه وساتر وعافية طبعاً انت هتقول لي أكيد بيوزعوا كاراتين أو شونط أو بتاعي لا اتقل بقى دي طريقة الإخوان يعني يلا بينا نروح نوزع زيت وسكر ولقمة عيش دي طريقة الإخوان طب أنا راضي زمتك أنت عمرك شفت الإخوان بيمولوا مشروع أو يساعد الناس على أن هم يكلوا لقمة عيشهم بعرق جبنهم إطلاقاً عمرهم بل بالعكس هو طول الوقت حريص أنه كان يبقى فيه اعتمادية كاملة على التنظيم حتى لو أنت مش جوه التنظيم فتحبوا إيه سلام دون ناس طيبين ما هو الناس لما راحت اتخابتهم في البرلماني ياف بعد الثورة مباشرة في 2011 فقال لك إيه ده ناس طيبين وأمره ده كانوا بيعدوا علينا ويوزعوا علينا حاجات طب بكل الفلوس المخيفة اللي عند التنظيم دي إلا ما ساعدوا بني أدم بشغلانة ولا بمشروع وما إلى ذلك على عكس كل ما حدث من بعد 2013 فلما تيجي تشوف على سبيل المثال ولا الحصر ستر وعافية يعملوا إيه ستر وعافية دون أولاً مثلاً تلاقيه يعمل خدمات طبية يبقى فيه قافلة طبية مع ستر وعافية مثلاً كشف النضارة السكر الضغط كشف مبكر بعد الشرع عن الجميع سرطانات ثادي وما إلى ذلك عافية خد بالك طيب يعملوا تمكين اقتصادي فيبدأوا يشتغلوا على أنه يشوفوا الناس اللي عندها مشروعات ويبدأ يمولوا ويساعدوا علشان يقف على رجليه طيب ناس من أهلنا تحتاج لبعض الأجهزة التعويضية أهلاً وسهلاً فيه أسر أولى بالرعاية ومحتاجة جنب تمكينها الاقتصادي وقد يكون محتاجة جنب الخدمة الطبية وجنب الأجهزة التعويضية أنه يبقى فيه سلع وأكله وشربه ولحمة ودواجن وماله لبس أهلاً بطاطين وسهلاً هي دي ستر وعافية بمنتهى الاختصار إن أردت أن تفهم فساتر وعافية بالمناسبة رقم تمانية إحنا بقلنا كده ثمان مرات ساتر وعافية بيلفوا بيتحركوا فراحوا على قرية اسمها أوليلة أنا معرفهاش فلو بنطقها غلط سامحوني بعد إصدى حضراتكم وهي أتابعة لمركز ميت غمر في محافظة قد أهلية اللي شارك المرات ينتعرف التحالف فيه تقريباً حوالي 24 كيان فيه عندنا 15 كيان كانوا موجودين في القافلة دي بالتحديد من كيانات التحالف الوطني بيقدموا خدمتهم لحوالي لا هو أكتر من 10,000 مستفيد أكتر من 10,000 هناك فقليلة متغمرت دي أهلية طيب قوافل ساتر وعافية دي الحقيقة هي المبادرة من المبادرات اللي بتأتي لتنفيذ رؤية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إيها يوسف هو الرئيس أكتر حاجة مهتم بيها في كل كلامه ولن تجد كلمة واحدة للرئيس لن تجد كلمة واحدة للرئيس أولا كمان مر لن تجد كلمة واحدة للرئيس غير متضمنة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا هنا هتلاقي إنه كل حاجة في بلدنا بتشتغل في هذا النطاق في هذا الحيز وتماشيا مع جهود التحالف الوطني اللي عمل الأهلي والتنموي الحقيقة ووفقا لخطة حماية مدنية خاصة بالتحالف وإنه تم وضعها علشان يتم هذا الشكل من أشكال الدعم خد بالك بقى هنا الدعم للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية دعمها يعني لانا بشتغل على التمكين الاقتصادي دعمها يعني لانا أخد بالي من صحة الناس وعمل لهم الكشفات والتحاليل اللازمة دعمها يعني أساعدهم أحيانا بمسألة أو بعض الأسر أو إن كان كلها بحالة طرق أبواب صدقني إذا كنت حضرتك تحب تشوف انزل مع القوافل وشوف بنفسك حتى في طريق تقديم الكراتين أو السندوق أو المساعدات الغذائية وما إلى ذلك أو الملابس أو البطاطين شوف بيقدموها إزاي شوف بتتقدم الخدمة الطبية إزاي مش أصل ده خدمة طبية مجانية فإحنا نتعامل مع الناس من من خيرنا إطلاقا 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 أبعد ما يكون عن ذلك خد بالك أنت بتقدم الدعم ده مش بس علشان الناس تستحقوا هو عشان دي أبسط الحقوق اللي كنت لازم تتقدم يجي من خمسين سنة والناس دي هي صحاب الدعم ده بالأساس بس كانت الدولة نسياهم زمان فلما نيجي من 2014 نشتغل بالطريقة دي تيجي تقولي الكلام ده يعجب الإخوان إطلاقا ما يحبهوش خالص لأنك بتعمل عكس تماما اللي بيعملوه هم بيكرسوا ويرسخوا لثقافة العوز و2014 الجمهورية الجديدة ترسخ وتكرس لثقافة التمكين الاقتصادي صحة المصريين أو دفى الشتاء على رأي ساتر وعافية يسمى حكاية البطاطين دي دفى الشتاء اللي هو العكس بدلا من أن يكون الشتاء قارصا سيكون دائما بإذن الله سبحانه وتعالى دافئا على المصريين وبالذات أهلينا اللي على قد حالهم محبتين أنت هنا بتعمل ما نستطيع إطلاق عليه يقولك أهداف التنمية المستدامة يعني إيه يعني أنت بتنمي المجتمع مش بتوزع مساعداته خلاص تنمي المجتمع طب وبنمي المجتمع المستدام يعني إيه يعني فيها الاستمرارية فيصبح الفرد والأسرة المجتمع قادر على أنه يوفي احتياجاته بنفسه طبعا طريقي عن طريق تمكين اقتصادي حقيقي في كل المجالات فيتم توطين ده ترسيخ ده تكريس ده من كل الأجهزة بتاعت الدولة البصرية بتشتغل على كده دي رؤية مصر عشرين تلاتين هيجي يوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى ولن نرى محتاجا في هذه البلاد والله هيجي يوم وأنا بتمنى وإن كنت عندي عقيدة حقيقية وليس مجرد ظن أنه ده هيحصل وقريب وإحنا كلنا عايشين مع بعض يدلنا جميعا طولة العمر حتى نرى هذا المشهد وهذا اليوم السعيد نتمنى زلك ترجمة نانسي قنقر